هيرا هيكوا بقى نغير في الاضاءة. يعني مسا ممكن نعمل لون ده. ممكن نعمل احمر. ممكن نعمل الازرق. طبعا الاضاء اللي ورا دي سابتال اللي هي السفرة دي. ممكن نعملها متحفقة. يلا. نبدأ الفيديو. يلا بنا. الناس اللي شافت الفيديو الاول لأساطير الفواكه. واللي تعلمنا فيه ازاي نعمل التصميم الجميلة دي. ناس كتير طلبت مني قالتلي كنا عايزينك تعمل الفيديو كامل. علشان نعرف ازاي ان انت حركت الصور وازاي نعمل الفيديو زي ما انت عمل. يمكن انا ما كملش الطريقة وطلبت منكم ان انتو تشوفوا فيديو شيف الحيوانات وتتعلموا ازاي قدرت ان انا حرك الفيديوهات وازاي قدرت اعمل لها منتاج. ولكن قالوا لي لا احنا عايزينك تكمل الفيديو على بعض وعشان يبقى كله كده ايه? يعني مفهوم. فقررت ان انا اعمل جزء تاني الفيديو ده. فلو انت مشوفتش فيديو اساطير الفواكه تقدر تشوفه من الرابط اللي هيزهر قدامك على الشاشة او ممكن تلاقيه في وصف الفيديو. وترجع تكمل الفيديو ده عشان نبدأ نكمل نشوف ايه اللي ممكن نعمله في الصور ونحركها ازاي وازاي ممكن نعمل المونتاج وبالمناسبة هيبقى فيه تفاصيل كتير بخصوص برنامج برضو في المونتاج عشان تبقى فاهم انت بتعمل التصاميم بتاعتك ازاي او المونتاج بتاعك ازاي. فيا ريت تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس. ولو انت اول مرة لك في القناة في اهلا بيه في قناة محمود خضر هنعلمك ازاي تستفيد من ادوات الذكاء الاصطناعي السهلة والمجانية في انشاء المحتوى والربح منه. ويلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا لو انت شفت الفيديو الاول احنا كنا اتعلمنا ازاي نعمل الصور دي كلها. وتوقفنا على هذا وطلبت منك ان انت تشوف الفيديو الخاص بشي في الحيوانات وتتعلم ازاي ممكن تحرك. بس فيه ناس سألت لي يعني كنت اعمل الفيديو مرة واحدة وانا فعلا بصراحة ما حبيتش ان انا اعملو عشان كان هيبقى طويل او. ولكن هي الفكرة بسيطة جدا كل ما عليك ان انت بتستخدم موقع لتحريك الفيديو هات. انا استخدمت موقع اسمه هيلو اي اي اي. والموقع ده انا كنت شرحته بالتفاصيل في الفيديو اللي فات ممكن برضو يزهر لك اللينك هنا على الشاشة لو حابب تعرف ازاي تستخدمه. كل ما عليك ان انت بعد ما بتدخل على الموقع او تسجل حساب بتضغط على حاجة بيحولك على الصفحة دي. بتجي هنا على طول في فيديو وتبدأ ان انت تضيف الصور بتاعتك. فباجي هنا باضغط هنا وببدأ اجيب الصورة اللي انا عايزة. مسلا هنا هجيب الصورة للموز واضغط على وبعد كده بتيجي هنا قلت لك تقدر تكتب الكلام اللي انت عايزه او بتقدر ان انت تسيبها زي ما هي. لو عايز الفيديو يكون فيه حركة كتير بتختار المودل الاول. لو عايز الحركة تكون بطيئة واقل بتختار المودل التاني. حسب احتياجك. ولو انت عايز ان انت حابب ان انت تضيف صورة تانية فممكن سهلة جدا ان انت تشيل دي او ان انت ترفع صورة تانية من هنا. برضو ممكن مسلا تجيب اي صورة شبه دي تضغط وبعد كده زي ما قلت لك. تقدر تكتب كلام اللي انت عايزه او لا. لو كتبت الكلام هتكتب كلام يعبر عن تفاصيل الصورة ان انت هتقول له مسلا حرك الصورة خليه يمشي خليه يقاتل خليه يأكل هوها كذا. طبعا بتكتب الكلام ده بلغة الانجليزية. لكن عشان الصورة هي بالشكل ده فانا بحب تدله فرصة ان هو يعمل التفاصيل لوحده على حسب التفاصيل اللي في الصورة. وبعد كده بتضغط على العلامة دي. فهو تبقى ان هيبدأ ان هو يعمل لك تصميم بنفس الابعاد بتاعة الصورة. وهيحولها لك لفيديو. وكانت النتيجة فقط ان هو عمل ليه الفيديوهات دي. يعني دي كانت الفيديوهات اللي انا عملتها. تحرك الصورة من ثابتة لصورة فيها حركة بالشكل ده. وده كمان نفس النظام. فيديو الراجل راكل في العربية وتتحرك. وهنا نفس النظام. طبعا عشان خاطر الموقع بيتيح ليه فقط تلات تصميمات يوميا فانا كنت باستخدم اكتر من حساب علشان قادر اعمل اكتر من فيديو. بخلاف طبعا الناس اللي بتعمل فيديوهات كتير فانت لو اشتراكت في الموقع فهيبقى متاح لك ان انت يعني تعمل اه اكتر لان هو هيديك اكتر بكتير. فكل بساطة بتيجي بعد كده بتضغط على تقدر تحمل الفيديوهات دي عشان تقدر بعد كده تستخدمها في المونتاج وتجمعها. فتعالوا بقى نروح بعد كده بعد ما تعلمنا ازاي نعمل ده ان احنا نجمع الفيديوهات بتاعتنا. قبل ما اروح للمونتاج هتلاحز هنا على الشاشة دي الفيديوهات اللي احنا عملناها بالموقع بنفس الطريقة. تمام? مفروض ان انا دلوقتي ابدأ اجمعها بالمونتاج. انا هستخدم كاب كات البرنامج. طبعا كاب كات البرنامج انت بتقدر تحمله من على آآ موقع كاب كات الرسمي. وبعد ما بتحمله وبتسطبه خلاص انت تقدر تستخدمه. انا عارف ان في ناس هتقول لي ان كاب كات ما بقاش مجان. لا هو كاب كات في استخدام مجان وفي استخدام مدفوع. يعني حتى هذه اللحظة انا شايف ان هو ما فيهوش اي مشكلة ان انا اعمل مونتاج وكده. لكن في حاجات مقفولة وحاجات مفتوحة. فانا هفهمك برضو ازاي تقدر تستخدم الحاجات المجانية عشان ما يبقاش عندك مشكلة في الفيديو. هنا انا عملت مشروع جديد وفتحت الصفحة دي فبابدأ ان انا اضغط على امبورت عشان ابدأ اجيب كل الفيديوز بتاعتي. فبتروح على المكان اللي انت محتفز فيه بالفيديوز. انا مثلا هنا الفيديوز بتاعتها. هو بابدأ ان انا هتحددها كلها كده. وضعت على اوبن. فهيبدأ ان هو يجمع هالي هنا كلها. وبنانا عليه هتبدأ ان انت تجيب بقى الحاجة بتاعتك. فمسلا هنا عندك ده. ممكن نجيبه هنا كده. وبعد كده ابدأ اسحب بقى واحدة واحدة كده الفيديوهات على حسب انا حابب السيناريو يمشي ازاي. فممكن برضو بعد كده بس هنجيب ده. طبعا هنا ممكن اقل للتايم لاين شوية. وابدأ اسحب مسلا بالبقين برضو ممكن اجيب ده. ممكن اجيب بعده ده. وممكن ارجعت انا اجيب ده. وممكن اجيب ده. فاصبح كده عند سيناريو ان فيه هنا واحد ماشي في الشارع بغضب. بدور على الحد. وده واقف يبص عليه من بعيد. وده مستنيه. وده قاعد يبص هو كمان. وده واقف كمان يقول لك لا ده فيه خناقة بقى وده خلاص لسه مصمم. وده واقف اهوت بيسن سككينه. والعملية يعني ما شاء الله يعني ايه? فيه شغل جامل يعني هيحصل يعني. فهنا جمعنا الفيديو وكل شيء. هيجي حد يقول لي فيه علامة مائية. بصراحة انا بشيلها بالطريقة دي ان انا باجي كده على الفيديوز وبحدد وبروح مكبر كده وهنزل به تحت السنة صغيرة. فالمفروض ان هو هيخفيها له. ولكن هل هو طبق على كله? لا. هو طبق على الفيديو ده بس. هتيجي هنا هتلاقيها ايه? لسه موجودة. فانت هتضطر ان انت هتيجي هنا برضو تكبر ده سنة صغيرة وتسحبه تحت سنة صغيرة تخفي العلامة. هنا نفس النظام. هيا حد يقول لي طب لو في فيديو في علامة مائية في الفيديو كله. لا دي بتبقى بصراحة صعبة ما اقدرش افيدك فيها. لكن الحل الامثل بالنسبة لك هو انك بتلغي او بتشترك في الموقع عشان قاطر يلغي لك العلامة المائية. لكن انا اوعيدك بموقع يقدر اشيل كل العلامات المائية من الفيديو لو مال هي الشاشة. لا طبعا مستحيل. لكن دي ممكن انا كنت شرح برنامج او موقع ممكن يشيل لك الصغيرة ديت بيعمل عليها زي تشويش بسيط كده بس. فهنا الموضوع العلامة المائية ده مش هقدر افيدك فيه كتير. لان هو موضوع معقد شوية. فهنا برضو نفس النظام اهو. زبطت العلامة المائية بتاعتي. خلص عايز الموسيقى. خلي بالك بقى في حيطة الموسيقى دي هوررك بقى حاجة مهمة جدا. هتروح على الаниiyor هنا عندك هنا حاجة اسمها اول. صح? اول دي جايب لك كل الموسيقى. اضغط عليها كده. ايه اللي اخترت تاني? اضغط على الكميرشال. يعني ايه كوميرشال? كوميرشال ده بيقولك ان انت مسموح لك ان انت تستخدم الموسيقى الكميرشال ديت ان انت هتحطها على اليوتيوب على على اي حاجة من الحاجات دي يعني تقدر تستخدم الاستخدام تجاري. دا مجاني. لكن اول دي بقى تخوفك. لو ان أنت من انتش ضامن الموسيقى اللي انت هتختارها دي مجانية او لا. فلو انت اختارت موسيقى مش مجانية فممكن تعمل لك مشكلة في ايه? في حقوق الطبع والنرشل. لا انا هختار الكوميرشيل. وبعد كده حاجة هنا هكتب انا كنت حاببة اجيب موسيقى من الغرب اه الامريكي تكون مناسبة شوية مع اه الفيديو اللي انا بعمل. وبعد كده هبدأ ان انا ابحث عن اه موسيقى لتكون مناسبة. فهيبدأ ان هو يجيب لك هنا موسيقات كتير جدا. انت ما عليك ان انت تبدأ ان انت هتشوف. انا حاس ان انا كاتب الاسم غلط. لا مفروض صح. فهيبدأ يجيب لك هنا ايه? موسيقى كتير. هتبدأ ان انت تختار منه. هتختار ازاي بقى? تبدأ تدوس خلي بالك هنا برضو زي ما امتلك هنا في الكميرشيلة. تبدأ تدوس كده مفروض بتبدأ تسمع الموسيقى. انا شايف الموسيقى دي حلوة على فكرة. على طول لو عجبتك هتسحبها هنا. اوكي? لو عجبتك. ممكن تسمع غيرها. ده صوت صغير ده. خلينا ارجع لدي تاني. احنا ممكن نشتغل على الموسيقى دي. انا كنت جاي بواحدة مرة بس ربانة بستربة ما تكونش ان هي كانت اه لان اما تكده تضغط على اول كده بس. هيجيب لك بقى موسيقى اكتر. وممكن تلاقي موسيقى حلوة. بس خلينا في الايه? في الكميرشيل. تعال نشتغل على الموسيقى دي. مبدايا كده هنيجي هنا نقف لو في حتة في الاول عايزة تتقص ولا حاجة. فبنسحب دي كده عندها. بنبقى محددين طبعا الصوت. اضغط على دي كده. هيقسمها لك نصين. تعال نص الاول اللي انت مش عايز تضغط عليه. ومسك الموسيقى رجعها لورا كده. تقدر تقلل الصوت بتاعها شوية لو عايز. لو حابب. وبنيجي هنا على اخر لقطة نقف هنا تاني. نسحب دي كده نقف على اخر لقطة. وبنقص اخر لقطة برضو كده. ونسحب ديتنا حددها دليت. ممكن بقى تيجي في الاخر كده تمسك الدايرة الصغيرة دي كده بص. الدايرة. توقف على الدايرة نفسها. اهو. تعال انكبر دي كده. هتجي توقف على الدايرة الصغيرة دي. اسحبها كده. هتلاحز ان هو عمل لك منحنة كده. اللي هو بتيجي في الاخر تقول له خليه الصوت يخلص بصوت واضي. فممكن نطول فيها شوية فبيخلي لك الصوت يبقى النهاية بالشكل ده. يعني اسمع كده. كده يعني. فمسلا. طبعا الموسيقى ممكن تكون مناسبة او لا على حسب انت زوءك ايه هو حابب تعمل ترند ايه. تمام? مش عملنا كل شيء اوكي. فاضل ايه تنا ممكن نعمله? بعض التأثيرات. نروح هتلاحي في تأثيرات كتير. مسلا فيه اللي هو الاسموك. ممكن تدور عليه. ساعات بلقيه وساعات مش بلقيه بس ايه هندور هنشوف. ففيه هنا اكتر من شيء. تعالا كده نجرب نجيب واحد كده ونحط هنا كده. بنحطه فوق الصورة كده بالشكل ده. نقدر نكبر فوق الفيديو عشان نشوف هو عايز احنا عايزين نوصل معنا لحد فين. وتبدأ بقى تشوف الكوة بتاعت الايه? التأثير. مش حالو. يعني هي غالبا كده ممكن يكونوا لغو التأثير اللي انا كنت دايما بحب اعمله. يعني تعال برضو نشوف ده. برضو مش عاجبني بصراحة. ففي الحالة دي هد بقى ممكن نضطر ان احنا نشوف اي شيء تاني. فلو احنا شلنا التحديد ده اهو. وطلبنا منه يعني بنشيل ده كده. نجي نطلب منه بقى اللي هو الايفكتس عموما بقى فهيجيب لك حاجات كتير. بتقعد تقلب فيها لحد ما تبدأ تشوف اه ايفكتس يكون عاجبك. زي مثلا اللي هو اهتزاز الشاشة. ممكن نبحث عنه برضو اللي هو الاهتزاز. ممكن نجيب اللي هو فمفروض ان هو يجيب لك الاهتزاز. ممكن اكون انا كاتبه غلط. بشكل ده. وابحث فيبدأ يجيب لك الاحتزازات. تعالى كده نجيب بقى الاحتزاز. اختار الاحتزاز يكون لطيف يعني ما نجيبش احتزاز معقد قوي يعني. ممكن يكون حاجة شبه. ده كويس. اعتقد يعني. تعالى كده نجرب كده. هيبقى عالي قوي? لا ده احنا طبعا هنقلله. ازاي? بنجي هنا على الرنج ده. بنقلل الرنج وممكن نقلل كمان. فهيبقى معك كده فيه. طبعا هنكمله في الفيديو كله. يعني هنجي هنا كده. ونروح سحبينه في الفيديو كله. ممكن كمان نعمل ايه? ممكن ندور على حاجة مسلا زي اللي هو. حاجات بقى البرق والحاجات الشبه دي. ممكن نقود ندور فيها نلاقي حاجات تعجبنا. وحاجات شبه كده. بتقود تدور وتختار اللي انت عايز قول متاح ليك. او اللي هو المتاحة بتقدر ان انت تختارها. فيه هنا برضو حاجة اسمها ممكن نلاقي فيها برضو حاجات يعني ممكن نجيب اللي هو ربما نلاقي فيه حاجة لكن برضو للأسف هنا آآ ما بيبقاش متوفر في كل وقت. فبناءا عليه خلاص انت زبطت الفيديو بتاعك. حابب تعدل عليه اكتر من كده اوكي. حابب تعمل له اخراج اوكي. هتلاحز كمان ان انت عندك الامكانية ان انت ممكن آآ تعمل تعديل او على آآ الفيديو بتاعك. تزبط الالوان مسلا بالشكل ده. والحاجات دي كلها ممكن تزبطها زي ما انت حابب. فده برضو فرصة ان انت لو انت حابب تزبط حاجة في الالوان بتاعتك. استخلي بالك ان هو اعتقد بيعمل على آآ يعني الفيديو اللي انت واقف عليه فقط. بعد كده بتضغط على وبعد كده بتروح تختار المكان اللي انت هتحتفظ فيه بالفيديو. تضغط على فتلقائيا هيبدأ يحول لك الفيديو بتاعك الفيديو. تقدر تحط بقى على المنصات اللي انت عايزها. تقدر تضيف الصوت زي ما انت حابب عايز تتكلم عايز تعمل اي شيء. وفي النهاية هيجيب لك الفيديو بالنتيجة دي. ترجمة نانسي قنقر نتيجة حلوة جدا واحد الفكرة اللي انا عافي ان في ناس مبدعين انا بشرح لك الفكرة لكن انت ممكن تبقى مبدع وتعمل فيلم كامل عن الموضوع ده. فبصراحة كانت تجربة حلوة قوي تقدر بقى ان انتو تنفزوا ده وتشوفوا كل الفيديوهات اللي انا هسيبها لكو في الروابط. تقدر تشوف الفيديو الاول وتكمل ده عليه وتقدر بقى تعمل آآ شغل احترافي على زوءك. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش تعمل لايك الفيديو. ولو مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس. وضغط على زر الكل علشان تشوف كل فيديوهاتناه في النهاية. السلام عليكم. وبكده بقى انا وصلت معك لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. يا ريت تدس لايك للفيديو لو عجبك وتسيبه رايك في تعليق. ويا سلام لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعيل زر الجرس وتأكد انت تضغط على زرك كل علشان يوصلك اشعار بكل فيديوهات اللي احنا هنعملها وفي النهاية السلام عليكم